السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعلا وسهلا بكم. النهاردة ان شاء الله كانت اول تبروها ليه في العجان وقلت بقى كده اشغلو كده وابربو. حاولت الاشتاء اللي عندي عملتها زيبدة. بالدي زي ما انتم شايفين ها. بسم الله ان شاء الله جميلة جدا. اتمنى يا رب ان انا اتعجبكم. وكنت يعني شوية اخطاء اللي انا عملتها النهاردة في العجان ان شاء الله اشوفها مع بعض. لان انا اول مرة في حتي بصراحة استعمله. فاتمنى يا رب ان الفيديو يعجبكم. ولايك بقى متننسوش اللايك واشير وساوي اسكرايب لان لسه ما اشتركش في القناة. دلوقتي انا هجرب معكم العجان لاول مرة. فهنشوف ان شاء الله كفقتوا ايه بقى في الشغل. انا عندي طبعا القشطة اللي انا بعملها طبعا بعمل الجبنة القرش في البيت. فباخد الوش بتاعها بعمل منه زيبدة وكده. وان شاء الله انا هبعملكم الجبنة القرش دي. وطبعا وش اللبن برضو كده. كل القشطة اللي بحوشها في الفريزر. وبعد كده بطلعها بسيبها طبعا نيوم كده تفك في التبلاجة من تحت او بسيبها بره في المطبخ. وبعد كده ان شاء الله بعملها زيبدة كنت بعملها في الكبه. فدلوقتي هجرب معكم العجان ده. وهنشوف الامكانية بتاعته عاملة ازاي. طبعا انا كنت لسه عاملكم عندي روفيو. لسه اول مرة هجربه معكم ان شاء الله. اول حاجة هعملها. فك بس كده. قبل ما اشتغل بقى في العجان. وقبل ما اعمل شغلي خالص انا لازم الادوات دي اخسلها. طبعا عشان ما كانت تصنيع وما كان كده للايدة لمسك او حاجة. فلازم طبعا الحاجات دي تتغسل الاول. فهروح اخسل دي. واخسل الكف اللي انا هعمل بين زيبدة بتاعتي. اللي هو الكف ده. هاخسل الادوات دي كده كلها. تمام? واخسل كمان الغطى ده. يعني خلي كل الادوات بتاعت نضيفها وانا باشتغل. هروح اخسل الادوات دي واردعلكم ان شاء الله نشوف هنعمل ايه. كده خلصت بالزبط غسل الادوات بتاعتي. وطبعا قلنا لازم ما احنا بنركب. ناخد بالنا من اتجاه اللي هو البنزة او الحاجات اللي هي المصمر ده. تمام? بناخد بالنا من اتجاه بتاعه. ونرفع لفوق كده ونلف. تمام كده بالشكل ده. نلف كويس كده. وبردو احنا بنشير القطعة دي. برضو هنرفع لفوق كده ونلفها برضو. تمام? طيب انا برضا بصة فوقها هاي معاكم. كده. على اساس ان انا هركب بص الرغطة الاول. هركب بص الرغطة الاول عشان بس ايه? مفيش حالات ترتش فوق على العجان او حاجة. تمام? كده بالشكل ده. نرفع لفوق ونلف كده. لازم طبعا زي ما اتفقنا. الادوات تتغيسر كويس باول. قبل ينامب بها اي حاجة. طبعا كل الداس مش محتاجة يعني حد يتهمها كده. بس انا بقول لعلى وعسى يعني في ناس ممكن تكون. ما بتاخدش ده. افضي بقى القشطة بتاعتي. زي ما بتركوا دي القشطة اللي بعملها من على وش الجبنة القريش. والوش بتاع الحليب. باشيلها من عليه. افضي بقى القشطة دي كلها كده. يا رب بس ما دهولش الدنيا عشان انا ايه? مش شايفة برضو مش اخدا بالي. عشان عامل اتجاه العجان عليه كونتو. ممكن ما حبت قشطة خورة حاسة دي كده قليلة. بسم الله ما تعمل حالة يعني كويسة. اه. انا مباسة يا خبس. انا كنت مسعبها على نفسي والله. مالا لف ايدي هناك وعمل. والغطى ده مضيقني والله. غطى اللي هو الفو ده. بس انا حاليا عشان اول مرة جربه اهو اقعي. عشان اول مرة جربه. فحطا كده عشان بس ماء. مش عايزة حاجة يعني البهدي اللي عليها من فوقها. بس كده نشوف بقى معا معا. بسم الله. موسيقى موسيقى طبعا الزبدة دي ممكن تتعمل في الخلاط يعني ممكن لو هنعملها في الخلاط بنزود مية بقى على اساس انها تلفة في الخلاط والحليب اللي بيتلع من الزبدة دا بنعمل منه معجنات كتيرة جدا في منتهى الجمال موسيقى شايفين بقى؟ بصوا لما تيجي بقى بتفصل الزبدة بتاعتش الحليب بتاعها ازاي؟ المفروض بقى المرة جاي لما اجي اعمل زبدة عشان انا اول مرة طبعا زي وقتكو شغل العجان وخليت كل حاجة معاكو كده لما اجي بعد كده ان شاء الله اعمل بقى الزبدة هعمل ايه؟ هاجف قبل الاخر كده ههدي العجان بقى على الاخر انا خليت كل حاجة معاكو كائني الواحدي حتى بصوا لما الحليب ترتش كده بسم الله ما شاء الله شايفين؟ يا سلامية الزبدة البلدي مفيش احلى منها طبعا بسم الله ما نزل بس كل اللي على الجانده اللي على الكف دا قصدي ونختص بقى من الزبدة الحلوة بتاعتنا دي عايزين بقى تحطوا عليها شوية ملح لما تلموها براحتكو انا ما بحبش حط ملحة على الزبدة بحس لما اجي بعد كده بقى ضحة بقى المرتب بتاعتها ما بتبقاش حدق قوي فبقى طعمها حلم اطعمها منتهى الجماعي ده بقى الحليب كلا من البيتزة دي الحليب بقى دوا تعملوا به معجنات تحفة 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 ده بقى اعمل منه البتزا يعني اروع ما يكون شيلوا بس على جنب دلوقتي ونضف المكان وهرجع ان شاء الله اكمل بقى الكمية اللي معايا اشتركوا في القناة